أم محمد من أم القيوين تسأل تقول يا شيخ ما حكم زواج الغير عاقل إذا كان يرغى في الزواج أختي أم محمد من أم القيوين بارك الله فيك يجوز تزويج المجنون و يجوز تزويج من لديه ضعف في العقل كل هذا جائز مدام لديه الرغبة في النكاح أهم شيء أختي الفاضلة أن تخبر الفتاة وأهل الفتاة بحالة الرجل و يقال والله عندنا ولد فاقد لعقله عندنا ولد ضعيف في عقله عندنا ولد لديه مرض عقلي يسرع و يفيق مثلا نريد أن نزوجه فإذا رضوا بذلك الحمد لله إذا لم يرضوا الأمر إليه يبقى قضية أنه بشرط أن لا يعني تكون عنده حالة عدائية لأن بعض الفاقد العقل عندهم حالة عدائية فهذا خطر على الزوجة التي يريد أن يتزوجها و لذلك لا بد أن تخبروا بكل ما فيه من صفات كل ما فيه من صفات و بعض الفقه ينصون على أنه إذا كان لديه حالة عدائية فهذا لا يزوج لماذا خشت أن يرتكب جريمة في هذه المرأة ربما يتسبب في قتلها أو شيء أما إذا كان لا طبيعي لكنه فاقد العقل ما عنده الأهلية و يرغب في النكاح نعم يزوج ولله الحمد و المن